لا يتعلق الأمر هنا بمركز اتصالات لتقديم خدمة تجارية أو تقنية بل بتلقي اتصالات من نوع خاص باتصال هاتفي مباشر أصبح بإمكان المغاربة التبليغ عن حالات الرشوة والفساد يتم بعدها تفعيل مسترة قضائية خاصة بسرية تامة المواطن قد يتردد في الذهاب إلى المحكمة أو الذهاب إلى الشرطة ولكن عندما يجد تحت تصرفه خط يصله مباشرة برئاسة نيابة العامة فأكيد سيقبل على التبليغ بكل سهولة وعند التأكد من أن المكالمة تتعلق فعلا بجريمة من جرائم الفساد ولسيا مرشوت وحيلها على القاضي المكلف الذي ينسق مع النيابة العامة في سرية تامة بطبيعة الحال ويتنسق مع المبلغ لوضع المخطط ويتنسق مع الشرطة القضائية لضبط الجانب في حل تلبس تتصدر قضايا الفساد المالي والإداري معظم البلاغات الواردة على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حيث وصلت في 2017 إلى أزيد من عشرة آلاف حالة بزيادة فقط 30% عن سنة 2016 إطلاق الخط المباشر يدخل في خانة أولويات السياسة الجنائية الرامية إلى مكافحة الظاهرة الخط ليس هو نهاية في حد ذاته ولكنه يأتي ضمن الصياق عام لمكافحة الفساد طبعا الحال القانون المغربي يوفر وسائل كبيرة للحماية أولا الشخص الذي يبلغ لا يتابع ولا يحسب أيضا أن الأموال التي قد تطلب منه وإذا سلمها في إطار إلقاء القبض على الشخص ترجع له فورا وبالتالي يمكن أن نتمتع بحماية إذا اضطر الأمر للحماية القانون المغربي يوفر آلية كبيرة للحماية في 2016 أطلق المغرب الاستراتيجي الوطني لمكافحة الفساد والتي تمتد إلى غاية سنة 2026 وتضم 239 مشروعا إلا أن ترتيبه في مؤشر الفساد العالمي لم يتقدم كثيرا حيث احتل الرتبة 81 من أصل 180 دولة في آخر تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية هي مبادرة جديدة تضاف إلى جملة المبادرات التي أطلقتها رئاسة النيابة العامة في ظرف سنة تاريخ خروجها من جلباب وزارة العدل في انتظار أن يستفاعل المواطنون مع هذا المواطن الجديد على أرض الواقع فتنظر بقناة الغد الربط